السلام عليكم أحبابي الكرام عبدالغاني معكم دائما سعيد بتسجيل أجولكم أتمنىكم إن شاء الله بخير وأتمنى لكم رمضان دائما مليء بالخيرات بالحسنات بالصروات بالصيام وبالأكل طبعا الشيء الجميل في هذا الشهر أن كثير من التطبيقات الإسلامية تأتي وهنا تطبيق رائع جميل كان معروف من قبل لكن ذهب من الأبستور وهو رجع من جديد بتصميم رائع وبشكل يمكن للمكهوفين استعماله وأيضا لدعاف البصر أهلا وهي المكتبة الشاملة التطبيق الجديد فهي بناء لنرى هذا التطبيق المكتبة الشاملة أضغط هنا فعين لي بعض الأزرار download mark settings settings يعني الإعدادات هنا في settings يمكن لنا إختيار حجم الخط بطريقة جميلة وكبيرة جدا حتى ضعاف البصر يمكن لهم قراءة كتب بكل سهولة ثم عند الإمكانية تحميل مكتبي يعني هنا نجد الكتب المحملة والكتب ثم البحث فأنا أضغط عن الكتب مباشرة عندي تصنيفات الكتب تظهر أضغط مثلا على شروح الحديث طبعا دائما عندي إمكانية البحث وهنا عندي الكتب أضغط مثلا على هذا الكتاب ثم هنا عندي نبدأ عن الكتاب البطاقة إلى غير ذلك وعندي زر تحميل أضغط عليه وهنا هو يقول لي جاري التحميل فإن أرى طبعا يمكن لي تحميل كتب أخرى وفقد الذهاب إلى مكتبي حتى أرى الكتب المحملة وهنا يقول لي أن في شروح الحديث عندي كتاب محمل وفتح الكتاب أضغط على فتح الكتاب وهنا مباشرة عندي الكتاب ويمكن الذهاب من الصفحة هذه إلى الصفحة التالية أو الرجوع وعندي طبعا في الإعدادات إمكانية ذهاب إلى فهرس الكتاب وكل ما شابه ذلك طبعا وأيضا إمكانية لتكبير الخط للكتاب أتمنى لكم قراءة ممتعة مع هذه المكتبة الرائعة لا تنسوني بالدعاء أنا والولدين الأحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته